موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في جولة لأهم ما تناولته الصحف الوطنية البداية مع صحيفة الخبر ونقرأ مقالا بعنوان أمريكا تشوش على مشروع القرار الجزائري تقول الصحيفة أن الولايات المتحدة اقترحت مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يؤكد على دعم المجلس لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن وتنص مسودة مشروع القرار أيضا على أنه في ظل الظروف الحالية فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وأضافت الصحيفة أنه قد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة كما نقلت أيضا عن وكالة رويترس أن مسودة القرار المنافسة لتلك التي اقترحتها الجزائر ستندد بهجوم حماس على الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر ولم يتضح بعد متى أو ما إذا كان سيطرح مشروع القرار للتصويت ونقرأ مقال رأي بعنوان المزارع النموذجية أنموذجا يقول كاتب المقال إن من أكبر المنجزات التي قد تكسب رهانها الجزائر على طريق الإصلاح الشامل والتغيير العقلني لعجلة التنمية وضمان الأمن الاقتصادي هو الرهان على تفعيل القطاع الزراعي عبر إصلاح منظومة المزارع المسمات نموذجية وباقي مزارع التسهير الذاتي هذا الأمر الذي بات شغلا شاغلا للقيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية إذ بات يولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع الذي كان يمثل سلة الاستعمار ومطمورة روما حسب كاتب المقال نقلت صحيفة تنصر عن الخبير الدولي في قضايا الطاقة دكتور نور الدين لغليل أن أسعار البترول مرشحة لملامسة سقف التسعين دولار خلال السنة الجارية مرجعا ذلك إلى بروز مؤشرات اقتصادية إيجابية وأعرب لغليل تضيف الصحيفة عن تفاؤله لاستمرار أسعار البترول في الارتفاع دون حاجة البلدان المصدرة للجوء إلى تخفيض طوعي آخر لإنتاجها من هذه المادة إلى صحيفة المشوار السياسي والتي قالت إن الجزائر حريصة على تأمين الأنظمة المعلوماتية في ظل التهديدات السيبرانية ونقلت عن المدير العام لوكالة أمن الأنظمة المعلوماتية العميد عبدسلام بلغول أن الوكالة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية بهذا الخصوص بالتنسيق مع مختلف هيئات الدولة ولفت إلى أن الأرقام المتداولة في هذا الجانب مخيفة ومرعبة من حيث العدد الكبير للتهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني تضيف الصحيفة نقرأ مقالا لصحيفة جونان دي بوندون السيادة الرقمية أولوية بالنسبة للدولة الصحيفة نقلت عن وزير الاتصال محمد العقاب الذي أكد أن السيادة الرقمية تتصدر أجندة الدولة مبرزا أن تحقيقها يستدعي تكاثف جهود الجميع باعتبارها عملية شقة ومكثفة وأشدد العقاب تضيف الصحيفة على ضرورة المبادرة والإجتهاد للوصول إلى تسنيع الوسيلة الرقمية وكذا صناعة المحتوى مع تركيز الجهود على تحسين المواطن من مخاطر المعلومة المغلوطة عبر الفضاء الأزرق نقرأ لصحيفة الإكسبريسيون أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شينغريحا شرع ابتداء من أمس الاثنين في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا وذلك تضيف الصحيفة في إطار تعزيز تعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة رواندية حسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني التي نقلته الصحيفة وأوضحت أنه بدعوة من الفريق أول مبارك موغانغا رئيس أركان الدفاع الرواندي يشرع شينغريحا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا ابتداء من يومي التاسع عشر فبراير وخلال هذه الزيارة التي تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الرواندية وسيتبحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك وفقا لذات البيان الذي نقلته الصحيفة إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام هذه الجولة الصحفية في آمن الله